السلام عليكم ورحمة الله والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله خذيخوذاتي غدينتقاسم معاكم من عجينة وحدة غدين نوجده ان شاء الله مسمين وملوي كيجي ممرق كيجي خفيف ما كيجيش مزيت الورقة على خدها كيجي وعر بزاف هاد الملوي هادا وهاد المسمين بدون زبداق بدون الخميرة دين الحلوى ان شاء الله ينال إعجابكم وتعتمدوا حسن توم ان شاء الله غدينشاركو معكم جميع الأسرار باش ينجح معاكم بإذن الله ويلعجبكم فيديو فضلا وليس أمرا ما تنسوش أنكم سبارتاجيو مع الأهل والأحباب باش جعوا فائدة وباش تزيدوا تشجعوني حتى أنا ان شاء الله ما زال نشاركو معكم بزيد من الوصفات بسم الله على بركة الله عندي هنا فضل قصرية دي عندي زلافة ونص دي للتقيق الأبيض يكون نوعية جيدة وغادي نحتاجو زلافة ونصف دي للتقيق الفينو أي السامد ناعم بالنسبة للأخوات لمن دول العربية حتى هو يكون نوعية جيدة مهم قد الفورس دقيق الأبيض قد الفينو هادي نغرب له الدقيق هادي نخلط دقيق مع بعدياته أنا عندي الملح حسب الدوق نحاول ما كترش بزيف باش ميجي ناش مالح عندي واحدة ملعقة صغيرة هادي رأس صغير ملعقة عندي في الكوزينة ديك الملعقة لك تكون صغيرة دي القهوة دي العسل ممكن تعودوها بسكر ساندة وعندي هنا قد الحمصة ما تفوتوهاش هالبنات دبرة الحال سخون ما تفوتواش ولكن أنا غدي نوريكم هاش نغديروه باش ما يخمرش لكم مهم قد الحمصة اللي غدي نديروه في هاد القياس دي للتقيق سافي وعدنا المبارد باش غدي نجمع للجينة المعادي دي للروبيني سافي كم قد نضيف الماء تدريجيا حتى تدجمع للجينة دائما الماء تدريجيا على دفوعات هكا باش نجريوش لعجينة وخصنا سانة يمقوا نعود ونزيدوه في الضقاق هنا مليت جمعتلي العجينة غدي ندلقها دروري من دلكوه واحد شوية على الأقل واحد لخمسة دقاق هاكا باروري من دلي كيلة جت نقصها هدير رشو شوية دي للماء بهات الشكل هادا ونزيدوه عادي حل العجينة العادية سافي هنا يمليد لك دلعجينة تقريبا واحد لخمسة دي لتقيق كم قندلك فعب الكفوف دي لإيد ديا ولجا تنقصها هكا باش وحد رشو شخفيفة دي للماء سافي هنا غدير ندهنها بشوية دي لزيت نباتية هكا باش غدين ديرها في البلاستيك باش ما تلصقش ليه في البلاستيك ندهنها بشوية دي لزيت سافي درسها هنا في هاتف تبصيل وغدين ديرها في البلاستيك باش ما تخمرش ليه نيائين خليتها تقريبا واحد مهم عشر دقاق هكا حسر خمسة دقاق حسر ربوع ساعة ونهائيا ما تخمر موالي لأنه قديرين فاقت الحمسة دي الخميرة ودرناها في تلاجة غير لتحت في تلاجة ما شيف الموجميد غير لتحت شوفوا القوام كيفاش ديرتها الهجينة ما شاء الله غزاها لجا تشوفوا كيفاش ديرها أنا وريت لكم غير كيفاش القوام دي لعلش تلقصها هكا بتشكل نتملا من يتخذ مفتر خليوا عادي يبلغ نسقوا تلقوا فيها سوف يوك نقسم هكا يا كنشكل كويرات أنا هدل قيسة دعتاني خمستاشر كويرة خمستاشر حبة صراحة جاو متوسطين ماشي صغر متوسطين شوفوا تبارك الله كيفاش اللي اجينا ديرها فوقها سوف يوك نشكلها هكا اوك نحطها في الصينية اللي مدهونا بشوية دي الزيت نباسية باش ما يتلصقش ليلة جينا سوف يوك ندهلم لوجه ديها لهم هذي نعطي بساني بالبلاستيك يكون المهم بلاستيك الغدائي سوف يوك نعود للرجاء الصينية نخليها ترسح في التلاجة تبارا اللي جاو سخون نهائيا باش ما اللي مدهو نقرسو فيهم ما تخطعش ليلة لجينا نخليو بش على برة دارو لنديرو في التلاجة حيث فيهم الخميرة هنا بالنسبة للخلطة غادي ندير نصف كاس تقريبا كاس اللاروب دي الزيت نباتية كاس اللاروب دي الزيت نباتية غادي نضيف ليه نصف كاس دي الدقيق الفينو او غادي نضيف نصف كاس دي الناشط دورا ميزينة هذي هي الخلطة اللي غادي نعودو بها ديك الزبدة والخميرة دي اللي حلوة صراحة كتجي خاطير كيجي خاطير للمسمن والملوي كيجي بحالة فيه الزبدة كيجي رطب كيجي ممرق كيجي واعر بزاف خلطة ناجحة مية في المية صافي كنا نخلطها مزيان هكا حتى كي ينتج من مكوينة مع بعضياتهم كنخليها على جنب وبالنسبة للمسمن خليته يرتاح والملوي خليته تقريبا محدة 15 دقيقة ثانية خليته في تلاجة ترتاح مزيان صافيه وبديت خطيس اول كوارا شكلت المهم را كيكون كامل هو مرتاح من المخضيته عادي جدا صافيه كنا ندهن بشوية دير زيت نباتية في سطح العمل او كنورقوه مزيان ضروري نورقوه مزيان كما كنت شوفوا بحالا ما فيش الخميرة نهائيا السر هو ان انا كنديروه في تلاجة ما كيخمرش لينا ولكن من اللي كيبدي طيب كيخمر وكيتورق كيجي مفشفش وكيجير طب حيس فيها الخميرة ولكن الاهم انه هو من اللي كنديروه يرتاح ما كيخسرش لينا لان الخميرة كتخسر العجينكت واللي تقطاع اكثر يدبع مع الجو سخون راه ضغيكي وقد ديروه فيه غير شوية قدل عدسي تخمر ليكم حيط الجو سخون من اللي احسن هاكا ديروه فيه الخميرة باش يجي مفشفش ويجي يرتب وديروه في تلاجة هاكا يرتاح صافيه كنطويه هاكا وكندير الخلطة كناخد شوية من ديك الخلطة وكننا نطويه عادي مسمنة عادي هنا غادي نطويها على ثلاثة باش تشينا مسمنة جينا ممرقة ودروري في مكان طوي كان ندهن بشوية ديك الخلطة ديك الخلطة ديك السيتو وناشط دورة ودخيق الفينة صافيح الطيسة على جنب وكننا غادي ضروري بالبلاستيك باش متشكل شدينا القشرة على الوجهة ديك المسمن هنا هادي الكويرا انا كملت المسمنة وهنا غادي نشارك معاكم الملوي طريقة ديك المسمنة مواما كل مرة كنا نبدل طريقة صراحة في طريقة الطيدي الملوي كل مرة كندير كندير حاجة ثاني هنا هادي هنت شوية سطح العمل بزيت نباتية وغادي نورقه مزيان ضروري نتنورقه مزيح تبالينا سطح العمل هادي تواصل من اسرار باش كين جحلين الملوي او المسمن ضروري من التوراق اكثر ايام اللي كنكونوا دينا الخميرة في العجينة ضروري نورقه مزيان ما خلوش العجينة اغلى ايضا باش ميجي نش ندقصه ومعجن من الداخل سافي تاني هنا ايا كندهان شوية ديك الخلطة هادي نطوية عادي بحالة بغن نطوية مسمنا بحالة بغن ندير مسمنا هاكا كندير شوية ثاني دير الخلطة غير شوية هاكا بالاصابع دينا نقووش بزيت اصلا ما كيجيش حيث فيه الخميرة ما كيجيش مزيد نهائيا سافي وكن نعود من طبيب هات الشكل هادا وكن تيري مزيان هاد الشريط هادا كنت تيري مزيان وكن نقرر صوق هاكا راني عاد مزرر بالفيديو لانه جا طويل بززاف جا فيه تقريبا حتى تمنتاشر دقيقة وزر لبتوق باش ميجيش طويل بززاف سافي وكن ندير نلوي وانا ايدي مرخوفة ما نزيروش كنلوي وو ايدي مرخوفة باش يجينا ممرق هاد الملوي ويجي مفش فاش ميجيش لامز ومدير معجن من داخل ومدقص سافي وكن نكملتاني بنفس الطريقة حتى نكمل الكيمياء كاملة اللي عندي هنا كملتم كاملة كما كتشوفو كما قلت لكم دروري كنغطي من بلاستيك سافي عندي هنا هاد ورق دي الطاهي قطعتوها كمربع كندهنو بشوية غير القليل من زيت النباتية وغادي نقرس غير كملت مباشرة سافي بديت كن طيب سخنت المقلق وبديت بالمسمن هو اللي هو الملوي خليته هو التالي حيث كي خاصو يرتاحش شوية حيث مدير متني نسمن قيتو مرتاح غير كملت بديت كن طيب في نسمن هنا سخنت المقلق بالنسبة للمقلق بالنسبة للمقلق لولا غير كتشون كندهنان مر اللي ولا بزيت كنديرو حد القطيرات دي الزيت وكمسحهم بلوحة الزيافة والسربيتة صافي فقط من بعد نهائية مش كمقرس شي حاشا صافي نسمن هكا وكن حاولو نسمن من نقرسوش بزاف هكا بش ميجينا شرقية هكا بزاف خليو شوية تاني ما خليوش غريت بزاف فالوسط صافيو نسمن راح كي بغيت تقلاب بزاف يلا نحطو نسمن هكا الرميوها غير تشد فرسة نقلبوه هكا صافي هكا باش كتجي محلولة من الداخل ومفشفشة هكا طيب ملجي هاتين تبارق الله را كي يجي فن شوفوا تبارق الله كيف هش كي يجي ممرق سخونة في المقلة هنا يا حرقاتني المقلة بغيت نحلو حدو ما مين مقلة سخونة هادي نسمنا سخونة صافيو اللي طابس كنحيدها شوفوا تبارق الله كيف هش دير ما شاء الله صافيو كملت بنفس الطريقة حتى كملت نسمى الكامل اللي عندي هنا عندي الملوي نفس الطريقة حتى هو ضروري كنا نديروح شوي يقطير دي الزيت هكا في الورقة دي وكن دير الملوي هكا كنقرس للملوي ولن نسمى النفس طريقة وهنا الملوي لناس كنا نحاولو كنا نركزو على الوسط باش ميجي ناش غليط وجناب نحاولو مانا نديرو مش بزا ما نقرسو مش بزاف باش يجي دكتور عقبين ثانيا يعني في الوسط خليو شغليط وما نقرسو شاني بزاف النار كتكون متوسطة ما كتكونش مهينة وما تكونش مجهدة والملوي حتى هو بحلو بحل مسمى حتى هو كي بغايت تقلب بزاف يلا الملوية كتشد فراصة كنقلبها صافيو شوفوا تبارق الله تايرا كيت نفاخ كي جاينا نسي ناسو صافيو كنكمل بنفس الطريقة هنا من اللي كملت نسمن الملوي كامل كناخد هنا هيا الملوي ونسمن حتى هو كندي لي بحل نفس الطريقة كنجمعا كناخد واحد الربعة ولا خمسة وكنحلهم بهتشكل هذا صافيو كنقدموهم الصحة والراحة كما كتشوفوا معايرة كيجي مرة كيجي ناشف من السيس والاهم انه صراحة كيجي رطب المهم كيجي في شكاية لعده واحد القوام كيجي يغزل بزاف وكنقدموهم مع بريري دي الاسهي او قحيوه في الاشياء ولا في الفطور دي الصباح المهم نقدموهم مع ماش ما بغيتو كنتمنى على فيديو دي اليومينا الاعجابكم ويلا اعجبكم متتسونيش من اللايكات التعاليق الزويني ديالكم والبارتاج ان شاء الله مازال نشارق معكم موصفات اخرين اقتصاديين وفي المتناول وناجحين مية في المية وكنقلكم مع فيديو جديد باذن الله في امان الله وحفظه مع السلامة اشتركوا في القناة